موسيقى موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نقطة ضوء دشنا بمحافظة مارب مشروع بناء الشبابي بمشاركة 3000 شاب وشابة من أبناء المحافظة هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات الشباب في جوانب مختلفة فما هي المجالات التي سيشملها هذا المشروع وهل تمت دراسة هذه البرامج هل كانت وفقا لاحتياجات سوق العمل ما المهارات والمعارف التي سيكتسبها الشباب من خلال هذا البرنامج وما الأثر المتوقع لهذه المخرجات في سوق العمل مناقش هذه التساؤلات وغيرها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نقطة ضوء فأهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الحلقة مشاهدين الكرام مرحبوا بضيفنا في الستوديو الأستاذ داود علوة مستشار وزارة الشباب مرحبا بك أستاذ داود معنا في برنامج نقطة ضوء مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الكرام نعم نتحدث معك وأنت أحد القائمين على هذا المشروع هنا في محافظة مارب مشروع بناء الشبابي الذي دشنا هنا في محافظة مارب ويستهدف ثلاثة آلاف شاب وشابة من أبناء المحافظة يعني أحدثنا عن ما هي الفكرة لهذا المشروع وعن المشروع ذاته أيضا بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أن هذا المشروع يعني يعد له من فترة طويلة ربما من الأشهر الأولى للعام 2023 لأن المشروع كبير ويحتاج إلى جهد عملنا خلال الأشهر الماضية بشكل متواصل من أجل الخروج بهذه النتيجة التي رأيتموها نحن نراها نتيجة لأننا اشتغلنا فترة طويلة للإعداد لها لكن النتيجة النهائية ستكون المحصلة في ختم هذا البرنامج هذا المشروع جاء بناء على احتياج حقيقي يحتاجه الميدان أو تحتاجه المجتمع أو تحتاجه فئات المجتمع المختلفة بين قوسين أهم فئة الشباب مرحلة الحرب ومرحلة الآلام التي مرت بها اليمن عموما ومرت بها فئة المجتمع كلها كان هناك مجموعة من النتائج من ضمن النتائج أنه هناك مجموعة من الشباب أصبح لا يعرف ما الذي يمكن أن يقدمه أو لا يمكن أن لا يمتلك مجموعة من المهارات التي تقدم لسوق العمل من أجل أن يكون موجود ربما من أجل الحفاظ على لقمة العيش أو ربما ليكون مشاركة بناء في خدمة البناء المجتمعي أو حتى أيضا في عملية التنمية التي تحتاجها البلد نحن من خلال هذا المشروع مشروع بناء الشبابي بنسخته الأولى نحاول أن نرفض المجتمع وأن نرفض البلد بمجموعة من المتخصصين في مجالات عديدة يمكن لهم أن يشاركوا المشاركة الإيجابية التي تصنع تحول فارق في عملية البناء سواء كانت الشخصي للشخص ذاته أو المجتمعي أو حتى في عملية البناء التي نتطلع إليها من أجل البلد ومن أجل الليمان الجدد الذي نشده نعم الفئات المشاركة فئات مستدفة خريجي ثانوية خريجي جامعات منهم؟ الفئات المستهدفة كل الفئات لكن من الثانوية فما فوق حتى الجامعيين حتى أيضا أصحاب المهارات والحرف حاولنا أن نجمع لكن في الأخير من يمتلك شهادة ثانوية يستطيع أن يلتحق بمثل هذه البرامج نعم نتحدث عن الجهات التي من خلالها سيتم تنفيذ هذا المشروع نتحدث عن معاهد ومراكز نعم هناك أربع جهات يتم تنفيذ البرنامج من قبلها في جامعة العلوم والتكنولوجيا مركز التدريب والاستشارة والتنمية عفوا وأيضا أكاديمية بورو داكتس المعنية التي تعني بالاتصالات والتكنولوجيا وأيضا أكاديمية ديفرينت للتدريب والتنمية وأيضا أكاديمية رائدون للتدريب والتنمية والاستشارة عفوا هذه الأربع الجهات تعتبر من أهم الجهات المتواجدة هنا في مارب إضافة إلى جهات أخرى لكننا تعاملنا مع هذه الجهات أو رتبنا عبر هذه الجهات هذا المشروع وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سنرتم معاجات أخرى والمعيار في هذا نجاحنا إن شاء الله في هذا المشروع والمؤشرات تقول أن النجاح سيكون إن شاء الله حليفنا طيب أيضا نتحدث عن الجهات الداعمة الجهات حكومية وزارة الشباب والرياضة أما نتحدث عن جهات منظمات مجتمع مدني المشروع هو بإشراف مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان بن عيل عرادة وأيضا إشراف ورعاية من معالي وزير الشباب والرياضة إشراف مباشر من معالي وزير الشباب والرياضة هناك جهة وسيطة الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية هي الجهة التي ستدير هذا المشروع عملنا من خلال هذه الجهات أن تكون المخرجات أو أن تكون إدارة هذا البرنامج ذات طابع محوكم نستطيع أن نخرج إن شاء الله بمخرجات إيجابية نستطيع أن نشكل مساحة من التقييم والتقويم للبرنامج خلال هذا العام لأن البرنامج طويل ومن خلال هذه الجهات سيتم أيضا الترتيب لمسار هذا البرنامج خلال العام 2014 نعم البرنامج يضم برامج عدة فيما يتعلق بالدراسات المختلفة في تخاصصات مختلفة ما هي هذه المجالات؟ عموما بعد الدراسة الميدانية خلصنا إلى أربع مسارات لابد أن نعمل بها المسار الأول المسار الإداري والمسار الثاني المسار المالي والمسار الثالث المسار التقني والمسار الرابع المالي والإداري والتقني والمهاراتي أربع مسارات هذه الأربع مسارات موجودة في 13 دبلوم 13 دبلوم في المجال التقني ثلاثة دبلومات في المجال المهارتي دبلومين في المجال الإداري أربعة دبلومات في المجال المالي ثلاثة دبلومات نحاول من خلال هذه المجالات أن نصنع مجموعة من الدبلومات التخصصية كل واحد بيعمل أو بيدخل التخصص الذي يرغبه أو يستطيع أن يقدم فيه ربما نحن اليوم نحن أطلقنا ودشنا المشروع في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه اللحظات اليوم المقدمين على هذا الدبلوم تعدوا تسعم أو خمسين مستهدف بمعنى أنه الآن وصلنا إلى ثلث العدد أو الرقم الذي نتطلع إلى أن نصل إليه هناك شغف من قبل المتقدمين هناك حاجة فعلا ماسة من قبل فئات المجتمع المختلفة يعني تستدفون ثلاثة آلاف الآن الموجود تسعمائة الموجود تسعمائة والمستهدف ثلاثة آلاف ندرس اليوم بدأنا ندرس بجدية محاولة فيما لو تعدى الرقم أنه استوعب عدد أكبر إن شاء الله نعم طيب نتحدث أنه يعني هذه ما أشرت إليها من مجالاتي وفقا لاحتياجات سوق العمل ما الذي يحتاج أيضا هؤلاء المستدفون هنا في محافظة مارف فقط عموما ابتداء نحن عندما قلنا برنامج بناء الشبابي أو مشروع بناء الشبابي بنسخته الأولى هناك مجموعة نسخ سيتطور إن شاء الله المشروع ليشمل محافظات المحررة كلها بإذن الله تعالى في المرحلة الثانية فيما يخص المتواجدين في معرب كل المتواجدين في معرب من كل المحافظات يشملهم هذا البرنامج والعدد الذي رصدناه ابتداءا هو من خلال دراسة ميدانية كانت بشقين الشق كم هو العدد الذي يمكن أن نستهدف في المرحلة الأولى والشق الآخر ما هي المجالات والاحتياجات السوقية التي يمكن أن نرفض بها المجتمع والميدان بعد دراسة حثيثة تم العمل عليها من قبل الهيئة العالمية اللغاثة والتنمية بشرف مباشر طبعا من الوزارة وزارة الشباب الرياضة خلصنا إلى هذه الثلاثة عشر برنامج اليوم احنا تأتي ربما احتياجات جديدة من خلال المتعطشين للدخول مثل هذه البرامج يأتي مهتمين أيضا لينثروا علينا بعض الأفكار التي تسندنا إن شاء الله خلال المراحل القادمة سيتم إن شاء الله ضم أي جديد فعلا السوق هو بحاجة إليه في النسخة القادمة إن شاء الله نعم هناك أيضا برامج أخرى دشنت هنا في محافظة ماري نتحدث عن برنامج سابق في تمكين الشباب وريادة الأعمال برنامج آخر اسمه برنامج تمهير نتحدث عن تقارب في المجالات التي يستدف فيها الشباب من خلال هذه البرامج أيضا أعتقد برنامج تمهير ما زال ساريا نعم الحقيقة أنه 2023 و2024 وجد حراك حقيقي يهتم بفئات الشباب كنا نتطلع إلى أن نصل إلى هذا المستوى اليوم نتطلع إلى مستوى أكبر هذه البرامج وهذه المشاريع التي تقدم اليوم للشباب سواء هنا في ماريب أو في المحافظات الأخرى تعتبر رافعة مهمة لعملية البناء والتنمية التي ننشدها ونشتغل عليها ونحن أيضا في وزارة الشباب الرياضة عملنا على عاتقنا بقيادة الأستاذ نايف البكري وزير الشباب الرياضة أن نكون مشاركة فاعلة في تنظيم هذه العملية ولذلك نحن نحيي ونبارك أي جهد يمكن أن يقدم في هذا المجال وندعو كل الجهات سواء كانت حكومية أو حتى أيضا منظمات مجتمع مدني أو جهات خاصة أن تشارك في هذه العملية لأنه في الأخير المحصلة النهائية ستكون كل فئات المجتمع كل الجهات كل الفعاليات سيكون لها مساهمة فائلة وسيكون الأثر أيضا عائد عليها نتحدث عن المعارف والمهارات التي سيكتسبها الشباب من خلال هذا البرنامج والذي كما أشأت أنه في نسخته الأولى هناك 13 عنوان بمعنى 13 دبلوم نتكلم عن دبلوم العلوم السياسية والعلاقة الدولية نتكلم عن دبلوم الإدارة الاستراتية نتكلم عن دبلوم المهارات القيادية نتكلم عن دبلوم الواردة البشرية نتحدث أيضا عن دبلوم المصارف والتمويل نتحدث أيضا عن دبلوم الشبكات وأمن المعلومات دبلوم أيضا إدارة الشبكات ودبلوم أيضا إدارة صفحات الويب نتحدث أيضا عن دبلوم الإعلام الشامل لدينا 13 دبلوم ربما الآن سرت ما يقرب من 9 دبلومات لكن 13 دبلوم تم إنزالها للميدان والحمد لله كل الدبلومات ربما فيها إقبال كبير فيها أيضا دبلوم إدارة الأعمال الوظيفية هذه الدبلومات كلها موجودة في الإعلانات التي تم إنزالها بشكل واسع وتمت الاستجابة كما أسلفت بشكل غير متوقع بمعنى أن الميدان فعلا يحتاج إلى مثل هذه البرامج والمعارف وسنعمل إن شاء الله كما قلنا في النسخة القادمة على توسيع الدائرة وعلى توسيع أيضا دائرة الجغرافية ليستفيد شباب اليمن وكل الفئات من أبناء اليمن في المحافظات المحرربية أشتق قبل قليل إلى أنه الآن المتقدمين 900 والمنطوب 3000 من أراد أن ينتقدم كيف السبيل لذلك؟ نحن جعلنا العملية سهلة لدينا اليوم أربع جهات كل جهة معروف ما هي العناوين التي ستقدمها أو البرامج التي ستقدمها سيذهب المستهدف إلى هذه الجهة يطلب منهم التسجيل في مشروع بناء الشبابي في التخصص الفلاني سيعطيها المندوب استمارة يتم تعبئة الاستمارة ويتم الترتيب بهذه البساطة مع الجهة يعني هذه دعوة الآن من خلال هذا البرنامج لمن أراد الانتحاق بهذا البرنامج على اتباع هذه الخطوات التي أشهدت إليها بلضبط قبل قليل نعم طيب نتحدث عن الأثر المتوقع لهذه المخرجات كيف لها أن تساهم في التنمية في المحافظة التي تشهد طفرة تنموية لافتة في مجالات عدة كيف لها أن ترفض سوق العمل بهذه التخصصات سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من خلال 13 عنوان يمكن أن يكون لدينا استطلاع ذهني ما الذي يمكن أن ترفضه سواء زي ما قلت أنت للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص هناك احتياج وهناك أيضا طلب في السوق بحاجة إلى أشخاص أصحاب مهارات أصحاب معارف أصحاب خبرة نظرية يمكن أن يستفيد منها أصحاب الشركات أو رؤوس المال والأعمال أو الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة ليكون أثرها في الميدان أنا أعتقد أن العدد 3000 لوحده يمكن أن يشكل ثورة ثورة حقيقية ميدانية تعمل على عملية قلبة تنموية في محافظة مارب أو حتى بقية محافظة الجمهورية لأن العدد عدد كبير ويمكن أن يستفاد من كمية كبيرة من الخريجين في هذه الثلاث ألف دبلوم في مجالات العمل المختلفة وفي القطاعات المختلفة اليوم بدأت محافظة مارب على سبيل المثال تنشط في القطاعات التنموية بشكل لافت القطاعات التنموية بحاجة إلى من يرفضها بأصحاب مهارات متنوعة يمكن أن يضيفوا شيء حقيقي في العملية الحركة التي تشتغل عليها السلطة المحلية مشكورة اليوم نسعى من خلال هذا البرنامج أن نخرج ثلاث ألف متخصص في ثلاث عشر تخصص من أجل أن يرفضوا عملية التنموية في مارب وفي محافظة الجمهورية نعم أيضا هناك وزارة معنية بمثل هذه الأمور وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ما طبيعة التنسيق بين الوزارتين وزارة الشباب والرياضة السلطة المحلية هنا في محافظة مارب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني نتحدث أيضا عن البنية التحتية للمعاهد المتعلقة بهذه المجالات كيف هي هنا في محافظة مارب ما الذي تم إنجازه سواء كانت مباني تابعة لوزارة الشباب أو لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ما الذي تحتاج أيضا المحافظة في هذه المجالات ابتداء ما يخص التنسيق هناك عملية تنسيقية حاضرة عموما البرنامج يشرف عليه نائب رئيس مجلس القيادة الشيخ سلطان العرادة وهو على الطلاع مباشر بمعنى أن السلطة المحلية حاضرة في هذا الموضوع إضافة إلى ذلك الجهات التي تنفذ هذا البرنامج هي جهات مصرح لها من مكتب التعليم الفني ووزارة التعليم الفني وهذا أيضا طبيعة التنسيق والشراكة فيما بين الجهات هي علاقة تكاملية والإخوة مشكورين في سلطة المحلية ومكتب التعليم الفني مشكورين يبذلوا جهد كبير جدا من أجل تذليل الصعوبات ليس فقط لهذا المشروع إنما للمشاريع الأخرى وحتى أيضا الجهات التي تعمل في الميدان نحن اليوم نتحدث عن جهات خاصة عملنا على تنفيذ هذا البرنامج معها لكن أيضا فيما يخص أيضا المعاهد والجهات المرتبطة بالحكومة هناك جهات أيضا بتقدم جهد بالمتاح لكن أيضا لازل الإخوة في السلطة المحلية أو في مكتب التعليم يعانوا من بعض الإشكالات بخصوص بعض المباني التي لازلت إلى اليوم موجودة بحوزة النازحين والوضع إنساني لكن هم يبذلوا جهد كبير جدا جهد مشكورة نتمنى إن شاء الله خلال أيام القادمة أن يتم عمل حلول حقيقية وجذرية للإخوة النازحين والمهجرين حتى يستطيعوا الإخوة في مكتب التعليم الفني أو حتى في المكاتب الحكومية الأخرى حتى يستطيعوا على ترتيب وإعادة تهيئة هذه الأماكن ويتم استهداف أكبر قدر ممكن عبر هذه الجهة أما نحن في وزارة الشباب الرياضة اليوم لدينا مركز في ملعب مأرب الرياضي لدينا اليوم متاحة أخرى يتم العمل عليها الملعب الرياضي يشكل أيضا رافع حقيقيا اليوم الصالة المغلقة بدأت تستعيد حيويتها ونشاطها خلال الفترة الماضية وخلال الفترة المقبلة إن شاء الله الحديث أيضا عن ما الذي تقدمها المراكز ليس فقط في مأرب أيضا في محافظة الجمهورية نحن في وزارة الشباب الرياضة هناك عمل دؤوب من أجل إعادة تهيئة هذه المراكز سواء كانت تخص الجانب الرياضي أو الشبابي وربما السنتين الماضية كان هناك حضر لافت في إعادة التهيئة وإعادة الترميم لبعض المنشآت التي تحصل لها مجموعة من الإشكالات بسبب الحرب والحمد لله هناك إنجازات كبيرة ويسعى الأخ وزير الشباب الرياضة لسمايف البكري إلى أن يكون العام 2024 عام حافل سواء في محافظة مارب أو في محافظة الجمهورية المختلفة وفق الرؤية المعدة سلفا نذهب مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير ومن ثم نكمل نقاشنا في هذه الحلقة من برنامج نقطة الضوء نتحدث فيها عن برنامج بناء الشبابي الذي دشنا هنا في محافظة مارب والذي يستدف ثلاثة ألاف شاب وشابة من أبناء المحافظة فاصل ونعود أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في برنامج نقطة الضوء نتحدث في هذه الحلقة عن برنامج بناء الشبابي الذي دشنا هنا في محافظة مارب والذي يستدف ثلاثة ألاف شاب وشابة أرحب من جديد بضيفنا في الستيديو الأستاذ داود علوة مستشار وزارة الشباب والرياضة وأحد القائمين على هذا المشروع مرحبا بك من جديد نتحدث أيضا عن علاقة مثل هكذا برامج تأهيلية وتدريبية بالتنمية المستدامة لا يمكن أن يكون هناك تنمية ما لم يكن هناك بناء للفرد إحنا اليوم بنعمل والإنسان محور التنمية بالضبط الإنسان هو محور للتنمية ونحن اليوم نحاول أن نعيد حضور الإنسان اليمني أو الشابة اليمني ليكون عام المساعد اليوم الحرب أحدثت فقوة أحدثت مشاكل نتكلم عن الأرض ونتكلم عن الإنسان أحدثت مشاكل حتى نفسية كيف نستطيع أن نستعيد هذا الحضور الألق إن صح التعبير للإنسان اليمني إلا أن نقدم له مجموعة من البرامج نستعيد ذاته فيما يخص البناء المعلوماتي البناء المهراتي البناء الذي يمكن أن يقدم من خلاله شيء حقيقي شيء محكم شيء بناء على معطيات حقيقية بناء على علم بناء على معرفة اليوم العالم بيتقدم وإحنا لابد أن نكون مشاركين في عملية التقدم الذي بيعيشها العالم حرصنا من خلال هذا البرامج أن نكون متواجدين حتى تكون النتيجة نتيجة مرتبة نتيجة منظمة نتيجة يمكن للذي يرى أو للذي يسمع أن يرى حقيقة ولا يرى سراب هذا ما نسعى إليه في برنامج بناء الشباب وفي البرامج الأخرى التي بتسعى الوزارة أو حتى الوزارة الأخرى من أجل إقامة حضور حقيقي لعملية التنمية في البلد نعم البعض يعني قد يبدي ملاحظة أنه الفترة الزمنية مثل هذه الدبلومات قليلة ويفترض أن تكون أكثر الفترات هي فترات منطقية بحكم المتعارف عليه فيما يخص الدبلومات يعني نتحدث عن شهرين ثلاثة أشهر نحن من الثلاثة أشهر إلى ستة أشهر هو المنطقي والبرامج والعناوين الموجودة كل عنوان لديه ساعات محددة ولديه أشهر محددة يعني لدينا من الثلاثة الأشهر إلى ستة الأشهر برامج مثلا برامج التقنية صعب أنك تقيمها في ثلاثة أشهر لكن المنطق يقول أن ستة الأشهر يمكن أن تقدم فيه دبلوم كامل محكم بالنسبة لما يخص العدد الساعات أو ما يخص الأيام هذه مرتبة وفق عملية محكمة يعني لم تأتي جزافا وإنما مرتبة عبر آلية محكمة يمكن أن يخرج المستفيد أو المستهدف من خلالها بمعلومات نظرية إن شاء الله كافية يمكن أن تسهم في عملية عطاءه في الميدان نعم بعض الشباب يريد أن يشارك في مثل هكذا دورات تأهيلية وبرامج لتعزيز القدرات لا سيما في الجوانب المهارية والمعرفية أيضا كيف يعني يختار الشباب ذلك عندما أنت تحدث عن الثلاثة عشر دبلوما عندما ينظر الشاب إلى هذه الثلاثة عشر يختار ماذا يختار كيف يختار أولا رغبة الإنسان نحن اليوم نتحدث عنه الإنسان يمتلك مجموعة من الرغبات ثم أيضا المهارات عنصرين مهمين في اختيار ثم أيضا الاحتياج الاحتياج لأننا نتحدث عن أن هنا لدينا مجموعة من المتقدمين للحصول على هذه الدبلومات يعملوا في بعض الأماكنهم بحاجة إلى تطوير مهاراتهم إلى تطوير معلوماتهم فبناء معنا الاحتياج والرغبة والمهارة ثلاثة عناصر مهمة ينبغي أن يستفيد منها المتقدم ليختار التخصص الذي يرغب فيه من يعمل في الجانب الإداري في إحدى الشركات أو إحدى المؤسسات أو حتى في أي إدارة حكومية بنا الطبيعي أنه بحاجة إلى مهارات إدارة وظيفية بمعنى أننا سأدخل برامج الإدارة الوظيفية من يرى في نفسه الشغف في موضوع الغوص فيما يخص التكنولوجيا فيما يخص العالم التقني العالم الفضاء المفتوح إذن لديه ثلاثة برامج تقنية تكنولوجية سيختار أحد هذه البرامج نفس الفكرة من يرى في نفسه الشغف فيما يخص الشغف عفوا فيما يخص الإعلام والدخول في هذا المجال لديه برنامج دبلوم الإعلام الشامل بأربعة تخصصات تحت هذا الدبلوم بمعنى أن لدينا مهارة ولدينا رغبة ولدينا احتياج ينمغي من خلال هذه الثلاثة الأمور أن يحدد المستهدف التخصص الذي يريده ثم يتوكل على الله نعم أيضا ألا يفترض أن تكون لك دورات فيما يتعلق بالشباب في كيفية اختيار التخصصاتهم اختيار ما يدرسون هذه مهمة لمن يقبل على الدراسة الجامعية ربما خريجي الثانوية هم بحاجة إلى مثل هذه الدورات ونعتقد هنا في مارب أو حتى في المحافظة الأخرى هناك من يقدم هذه البرامج وإذا كان الميدان فعلا بحاجة إلى تقديم مثل هذه البرامج لا يوجد عندنا مشكلة أن ننسق مع بعض الجهات التي يمكن أن تتبنى مثل هذه الدورات نعم يعني أنت مسؤول حكومي دعنا نتحدث عن السياسات الحكومية المتعلقة بالشباب البعض يقول أنه هناك تقدم لكن ليس بالشكل المطلوب يعني هناك أعذار بسبب ظروف الحرب الظروف التي تمر بها البلد ما المفترض أن تكون عليه السياسات الحكومية المتعلقة بالشباب تطوير مهاراتهم تطوير قدراتهم هنا تحدث عن برامج واحد ينبغي أن تكون هناك سياسات مرسومة من قبل الحكومة نفسها عموما فكرة القصور القصور موجود في كل المجالات وأنت أيضا قلت النتيجة التي وصلنا إليها كالحرب والشكالات التي مرت بها البلد أوصلتنا إلى هذا المواصل لكن بخصوص هذه الأمور نحن في وزارة الشباب والرياضة هناك رؤية تم العمل عليها ربما ستة أشهر وأطلقناها في العام 2023 أطلقها معالي وزير الشباب والرياضة وتبنىها بصورة شخصية هذه الرؤية لها علاقة بما هي الاحتياجات التي يعني يحتاجها الشباب ويمكن أن تحدث نقلة نوعية بخصوص احتياجاتهم كانت هذه الرؤية بناء على نزول ميداني حثيث في كل محافظات الجمهورية أنا أتحدث عن محافظات المحررة كان هناك جلسات بؤرية نقاش بؤرية كان هناك أيضا الجلسات المعمقة وكان هناك أيضا الاستبيانات التي مرت على عدد كبير من الشباب خالصنا من خلال هذه الدراسات الميدانية الكبيرة إلى إطلاق رؤية وتم إطلاقها وإشهارها بشكل معلن من خلال هذه الرؤية اليوم نحن نشتغل من خلال هذه الرؤية اليوم نحن نعمل نقدم من خلال هذه الرؤية نحاول أن ننحث هذا البرنامج الذي يستدف ثلاثة آلاف شاب وشابة هو ترجمة لجزء من هذه الرؤية؟ نعم نعم هذا البرنامج هو واحد من الأنشطة التي نسعى أن نحقق من خلالها رؤيتنا التي أطلقها وزير الشباب والرياضة في العام 2023 نعم نتحدث أيضا عن كيف يمكن استغلال إمكانيات وقدرات الشباب اليمني الشاب اليمني شاب موهوب ولديه قدرات مختلفة يعني رأينا كثيرا من الشباب اليمني وهو يشارك في مسابقات خارجية شبابيات علمية رياضية ويحقق بطولات وإنجازات كيف يمكن الاستغلال الأمثل أيضا لمجتمع اليمني نتحدث عن مجتمع شاب كما تقول الدراسة أكثر من 60% بل ربما تصل إلى 70% من السكان اليمن هم من فئة الشباب هو فكرة الاستثمار فكرة محفزة والمحفز أكثر أن الشاب اليمني بذاته عنده قابلية لأن يظهر حضوره ومهاراته بشتى الوسائل وأنت أيضا ذكرت أنه اليوم رغم المآسي اللي احنا بنعيشها إلا أنه لا يمر علينا شهر أو ربما أقل من شهر إلا ونرى مجموعة من الشباب بيظهروا بطريقة أو بأخرى سواء في الداخل أو في الخارج ليرفعوا اسم اليمن بشكل لافت ومشرف اليوم فكرة استثمار هؤلاء الشباب لا بد أن مثلما أعددنا دراسة أو رؤية حقيقية لتأهيل ولإقامة مجموعة برامج للشباب ينبغي أيضا أن يكون لدينا رؤية حقيقية لاستثمار قدرات الشباب وأتحدث بدرجة رئيسية للموهوب من الشباب في كل مجالات الحياة بنبذل جهدنا من خلال استيعاب الشباب اليمني واستيعاب المهارات والقدرة التي لديهم لكن الحقيقة أنها لا تصل للمأمول أو للإحتياج الحقيقي هناك آلاف آلاف من الشباب أصحاب قدرات وأصحاب مهارات وأصحاب إبداع لا محدود نحن اليوم بحاجة إلى أن نشكل حلقة حقيقية نستطيع من خلالها أن نستوعب وأن نستثمر جهود وقدرة هؤلاء الشباب اليوم الحكومة لديها واجب ينبغي أن تقوم به فيما يخص هؤلاء القطاع الخاص أيضا لابد أن يشارك فيه مثل هذا منظمات المجتمع المدني المختلفة بقطاعتها المختلفة ينبغي أن تشارك فيه هذا الشاب ذاته أنا دائما عندي مشكلة البعض يقول ليش دائما تشارك الشاب المفترض أن الجهات هذه الشاب ما له علاقة لا الشباب هو الدينم المحرك من أجل هؤلاء إذا لم يتواجدها الشباب ليطالبوا بحقوقهم أو ليبحثوا عن حقهم أو ليظهروا مهاراتهم لا يمكن أن تتحرك هذه الجهات ما فيها الجهات الحكومية مع أنها معنية وعناية مباشرة بهذا الملف إذا نحن بحاجة إلى أن الأربع الجهات هذه تقوم بواجباتها ومن وجهة نظري أن الجهة الرابعة وهي الشباب أنفسهم هي الجهة الأولى المحركة لكل شيء الشباب إذا قرر أن يقوم بشيء يقوم على أكمل وجه إذا قرر أن يحصل على شيء لا يمكن أن يعود خالي الوفاظ وبالتالي نحن اليوم نراهن على الشباب من أجل أن يتحصلوا على حقوقهم كما أيضا نراهن على أن الثورة الجديدة التي حدثت من قبل مكونات المختلفة سواء كانت الحكومية أو المجتمعية يمكن أن تسهم مساهمة فاعلة وأن تشارك مشاركة فاعلة في عملية استثمار هؤلاء نتحدث أيضا حول أن البعض يقول لماذا لا تكون هناك بوتقة من خلالها يعني يجمع كل المبدعين من الشباب اليمني ويعني لحيث ننطلق من خلال هذه البوتقة وهذه المؤسسات التي تجمع المبدعين لأسيما في المجالات الشبابية المختلفة هناك جهات كثيرة قائمة على هذا المجال لكن نتحدثنا على سبيل مثل وزارة شباب الرياضة وزارة شباب الرياضة بقطاعتها المختلفة تستوعب مثل هؤلاء تحاول أن تستوعب هؤلاء الشباب بالإمكانة الموجودة لكن وجود جهة واحدة تستوعب هؤلاء الشباب صعب العدد الكم الهائل من الشباب المتواجدين في الميدان لا يمكن أن تستوعبوا جهة يمكن أن تكون روابط كذا للمبدعين في مجال كذا بالضبط يمكن أن تشكل مجموعة من الهيئات أو الجهات أو المؤسسات التي تعني بهذه على سبيل المثال هناك جهات مثلا في حضر موت تعني بالاهتمام بالمبدعين في مجال الاختراعات والابتكارات مثلا لديك أيضا مجموعة من المؤسسات بتهتم بأصحاب المهارات الحياتية المختلفة هناك مؤسسات كثيرة هناك مؤسسات أيضا ممكن تهتم بأصحاب المهارات والقدرات في الجانب الإعلامي نحن اليوم ندعو إلى فتح أيضا مؤسسات تكون يعني الاختصاصات فيها أكثر دقة أكثر ضيق من أجل أنه يستطيع فعلا الموهوب أن يرى مكانها في المكان الفلاني حتى تتعدد اللافتة والواجهات ويمكن من خلال هذه الواجهات أن تصدر النتائج عبر الجهة الحكومية ويتم الاستفادة منها بشكل أمثل نعم هنا أيضا نتحدث عن أهمية تظافر الجهود الرسمية وجهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم دائما الحياة كلها تكاملية ويعني ما نحتاج نقول أنه الدول المتقدمة اليوم كل النهضة التي حصلت فيها وعمليات التنمية التي حصلت فيها كانت بشراكة حقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص بمختلف مكوناته احنا اليوم بندعو في برنامج بناء الشبابي القطاع الخاص موجود نعم هناك شراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص والجهة الحكومية قطاع خاص بشقه سواء الاستثماري أو حتى منظمة المجتمع المدني والحكومة موجودة نريد أن تكون التدخلات بهكذا صورة بهكذا نتيجة هناك فجوة للأسف الشديد لازمنا إلى اليوم نعاني منها أن القطاع الخاص لا زال إلى اليوم يتوجس من فكرة الشراكة مع الجهات الحكومية بينما حقيقة الأمر أن الشراكة أو التكامل أو التكاتف ما بين القطاع الخاص والحكومة تكون نتيجة مبهرة تكون نتيجة إيجابية ويكون هناك استفادة حقيقية للجهة الحكومية أو حتى للقطاع الخاص هناك حماية حقيقية للمنتج هناك حماية حقيقية للمخرجات هناك حماية حقيقية للأثر الذي نتطلع إلى أن نصل إليه صدقني إذا وجدت مجموعة من المشاريع الحقيقية المستدامة التي يشارك فيها الجميع كل قطاعات المجتمعية مع الحكومة تكون نتائجها مشرفة وربما هناك كثير من الدلائل والشواهد السابقة واليوم إحنا اليوم أمام مجموعة من المشاريع التي نعمل عليها نريد من الإخوة في القطاع الخاص أن يحدثوا عملية تقييم بينهم وبين أنفسهم كيف تكون النتيجة؟ إذا كانت النتيجة مشرفة إذن حاولوا أن تمدوا أيديكم إلى الجهات الحكومية ولا بد أن يكون أيضا هناك ضوابط حتى يذهب بهذا القلق أو هذه الإشكالات النفسية التي ربما مع الزمن تشكلت لدى المجتمعات في القطاعات الخاصة نعم فيما يتعلق بكيفية التمكين للشباب في عملية البناء والتنمية هل نتحدث أن هذا البرنامج أحد وسائل التمكين؟ هو بمجمله وسيلة مهمة من وسائل التمكين ما يهدف إليه التمكين؟ بالضبط نعم نحن أيضا من خلال هذا البرنامج نعمل بشكل متواصل إلى ترتيب مجموعة من البرامج المصاحبة التي يمكن إن شاء الله من خلال هذه البرامج إذا يسر الله أن تفتح الآفق نحن اليوم نعمل على عملية التمكين حقيقي فعلا لكن ربما لدى البعض من الإخوة المستهدفين في هذا البرنامج تخوف في أنه يمكن أن يخرج إلى الميدان ويتحصل على فرصة معينة نحن اليوم نحاول إن شاء الله من خلال الدراسة التي نعدلها الهيئة العالمية مع الجهات الشريكة في إشراك جهات أخرى يمكن من خلال هذه الجهات أن يكون هناك مجموعة من البرامج المصاحبة نفتح فيها الآفاق للإخوة المستهدفين في هذا البرامج بحيث يخرجوا إلى الميدان والأمور واضحة لديهم يعني برامج مصاحبة لهذه الدبلومات 13 نعم بإذن الله تعالى سنعمل على إنتاج هذه البرامج بالشراكة مع العديد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المهمة فقط نستكمل دراسة الفكرة ثم إن شاء الله سننزل للميدان من أجل التشبيك لتنفيذ هذه البرامج نعم طيب ما هي رسالتك للشباب فيما يتعلق بكيفية تنمية مهاراتهم قدراتهم للتسفادة من مثل هكذا برامج ودورات تأهلية وتدريبية تعنى بالشباب وتأهلهم نحن 70% من تعداد السكان اليمني 70% من التعداد هم شباب بمعنى أن المستقبل مستقبلكم وبالتالي حتى وإن أثرت علينا هذه الإرهاصات والحرب والإشكالات والتجاذبات السياسية لا يمكن أن نسمح لها أن تؤثر على نفسياتنا في بناء بلدنا والمعول بدرجة رئيسية عليهم في بناء هذا البلد هم الشباب والمستقبل دائما شباب لا يمكن أن نحدث أي عملية تنموية إلا بكم أنتم أيها الشباب وإحنا عدنا محسوبين على الشباب ينبغي أن تكون يعني عزيمتنا متوقدة ينبغي أن لا تموت إرادتنا ينبغي أن لا نسمح لأحد أن يهز ثقتنا بأنفسنا اليوم هناك هذه أنا أعتبرها أفكار ملهمة هي لا يمكن أن تلبي الاحتياج الكبير لقطاع الشباب الواسع لا لكن هي أفكار ملهمة نحن من خلال هذه الأفكار ومن خلال هذه المشاريع الملهمة نحاول أن نفتح آفاق للجميع للمؤسسات ومنظمة المجتمع المدني للقطاع الخاص أيضا للوزارات الحكومة المختلفة التي يمكن أن تقدم أيضا مجموعة من البرامج التي يستفيد منها قطاع الشباب للشباب أنفسهم لعمل مبادرات فرق لينشئوا مجموعة من الابتكارات مجموعة من البرامج والمبادرة المجتمعية التي يمكن أن تقدم شيء لهذا البلد اليوم البلد بحاجة إلى أن نكون متواجدين أن نكون ثابتين أن نكون حاضرين اليوم البلد بحاجة إلى أن تتحرك العجلة ولا يحركها إلا أنتم أيها الشباب شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة أستاذ داود علوة مستشار وزارة الشباب والرياضة وأحد القائمين على برنامج بناء الشبابي هنا في محافظة مارب الذي يستدف ثلاث آلاف شاب وشابة شكرا لكم مشاهدين الكرام من تهات هذه الحلقة من برنامج نقطة ضو نلتقيكم بإذن الله في حلقات الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة